نظام الزراعة المائية الزراعة المائية هي إحدى نظم الزراعة بدون تربة ويقصد بها تنمية النباتات في الماء كواسط أساسي للنمو والإثمار مضافاً إليه العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات للنمو بصورة طبيعية مميزات الزراعة المائية التوفير الكبير في مياه الري والأسمدة إلى حوالي 90% مضاعفة الإنتاج في وحدة المساحة التوفير في العمالة الزراعية سرعة إنتاج المحاصيل الزراعية التقليل من استخدام المبيدات الزراعية تختلف مكونات النظام من تصميم إلى آخر حسب نوع النبات وبيئة الزراعة وتكلفة الإنشاء وجميعها تحتوي على شبكة أنابيب وخزان ومضخة لنقل المحلول المغذي إلى شبكة الأنابيب لتغذية النباتات ومن ثم يعود المحلول المغذي مرة أخرى إلى الخزان وهذا يؤدي إلى حفظ المحلول المغذي وعدم فقدانه والاستفادة منه مرة أخرى مقارنة بالري التقليدي يتم استخدام هذا النظام لزراعة وإنتاج أنواع وأصناف نباتية عديدة بهذه الطريقة منها الفراولة والطماطم والفلفل البارد والخس وأغلب أنواع الخضروات والوقيات الأخرى أخي المزارع احرص على عدم تلويث المحلول المغذي حيث له أثر فوري على النباتات وإصابتها بالكائنات الممرضة وقياس تركيز الأملاح للمحلول المغذي مع تحيات وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة الإرشاد الزراعي